اشتركوا في القناة الابن العزيز صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة حفظكم الله ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكثير من التقدير والاعتزاز تابعنا نتائج اجتماع مجلس الوزراء الموقر وما تم اتخاذه من قرارات نوعية برئاسة سموكم حفظكم الله التي استكملت بصجورها مفردات النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة البحرينية وانهت متطلبات اعتماده كنظام وطني يعمل على حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص وتحقيق مستويات متقدمة من التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية كما تأتي تلك القرارات المتميزة في مضمونها كترجمة واضحة لتوجيهات والدكم ايده الله ورعاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة بضرورة ارتقاء سياسات وخطط التنمية بما ينسجم مع خبراتنا الوطنية المتأصلة في مجال تقدم المرأة البحرينية حصولا لنتائج اكثر تقدما وتأثيرا ضمن مرحلة عمل جديدة تساهم المرأة فيها بتسريع خطة تطوير والتحديث لمسيرتنا الوطنية العامرة بالانجاز بفضل من الله وفضل تلك الرؤية الملكية الرحبة والمجسدة لتطلعات المرأة البحرينية ولا يسعنا هنا الا ان نؤكد على امتنان المجلس الاعلى للمرأة لكل ما تساهمون به من دعم ومؤازرة وتوجيهات سديدة تمثلات في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الموازنات التي تلبي احتياجات المرأة على المستوى الحكومي وكذلك اعتماد نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين للأعوام 2017-2018 كالية لقياس تنفسية المرأة البحرينية في القطاع العام وعلى مستوى مشاركتها في الاقتصاد الوطني ولن نبالغ بالقول هنا بان هذا التوجه هو الاول من نوعه على مستوى منطقتنا العربية شاكرين لحكومة مملكة البحرين قرارها المبارك بهذا الشأن وفي الختام نكرر لسموكم حفظكم الله بالغ تقديرنا واعتزازنا بما تبدونه من اهتمام فائق ومتابعة حثيثة لدعم اعمال المجلس الاعلى للمرأة ومساعيه المتواصلة للقيام بدوره في مساندة كافة مؤسسات الدولة في تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه المرأة البحرينية حفظا لحقوقها وتفعيلا لدورها كخير شريك في بناء حاضر ومستقبل وطنها وفقكم الله وبارك في مساعيكم الجليلة لخدمة البحرين ورفعة شأنها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدتكم سبيكة بن تبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة